دائما بالحديث عن خلفية هذه الجماعات الإرهابية خاصة فيما تعلق بتعيين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لهذا الزعيم الجديد الذي له سجل حافل بمختلف أنواع الجرائم وكذا أبشعها هنا كذلك تظهر درجة الخطورة لإعادة هيكلة هذه التنظيمات الإرهابية من جديد وإعادة بحثها كذلك لا أكيد وهناك يبدو أن هناك تناسق ما بين هذه الحركات التي تبدو موجودة بالخارج وتنظيم الإرهابي الرسمي حتى بعض الحركات هذه الموجودة مصنفة إرهابيا وليس من الجزائر يعني من الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي من الأمم المتحدة هناك تصنيفات لهذه الجماعات حتى التركيبة البشرية من هؤلاء اللي يكونوا لا أحبش داعين يقول لطخ كلامي بأسماءهم ولكن بعض الجماعات والحركات والتنظيمات المهيكلين هم قدما ما كان يعرف بالفيدة جماعة الفيدة ويجماع إرهابية قبل أن تتحول إلى جماعة السلفية للدعوة والقتال هم نفس الأشخاص المبعدين الهاريبين الذين كونوا هذه الحركات بمبرر المعانضة من يريد أن يعارض فليتوجه إلى المجالس المعنية ثم يعارض المعارضة التي تكون من لندن ولا تكون من باريس في اعتقادي ولا مادريد ولا بعض الدول العربية ذكرها احتراما لأشقائنا كل هذا لاحظنا بمتابعة فقط أن هناك تناسق حتى في الخطاب ما بين الطرفين الأمر هنا لازم نطلح تساؤلات كيف الشخص من بريطانيا يقول كلام والقائدة في بلاد المغرب الإسلامي تقول نفس الكلام وفي نفس الوقت يعني الأمر يطلح تساؤلات لا مكانش لن يكونوا نمحة الصحفة صدخة ونقول لك نرجع فقط خلين نخرجوا من الجزائر رحوا ليبيا رحوا لسوريا ليبيا فقط ما وجد من منشورات أثناء يعني هذا سقوط النظام منتشار أسلحة كان المخططات لتسليح عدد من المناطق في الجزائر هذا أمر معروف ولم تنشره الجزائر نشرته بعض ربما خلين نقول مواقع من دول شقيقة من دول شقيقة يعني في محيط السحل إفريقي بعض وكالات الأنباء التي ربما من سمعوش بها دائما لدول إفريقية نشرت هذا المعلومة أنه بعد تفريغ أسلحة اللي كانت في نظام معمر القدافي وانتشار أسلحة في المنطق كانت هناك محاولات منظمة لإدخال تلك الأسلحة إلى الجزائر لاستغلال الظرف وكانت هناك حتى رسائل رسائل هذه موجودة من جهة مصر تحديداً وجدها مصر كانت موجهة إلى زعيم سواديزون زعيم القاعدة الأم لمساندة على الأقل هو كيساند بمثابة التسكية هو يزكي والمطالبة بماذا يفعلون حتى أتناء ما أسموه بالإنفلات الأمني لذلك قلت لك نشوفه فقط الأرشيف وحتى البيانات الرسمية كما قلت لك هناك بيانات أنا قبل ما نجي لما وجهت كي بيان موجود في الأنترنت باسم القاعدة ها بيان بيان باسم القاعدة ومرقم ويبدأ لك باية حدث معين ما نحبش نتكره لأنه ترويج واحد زوج خمس صفحات مباشرة بعد الحادث تنشرتها خمس صفحات هذه دخلة في الاستراتيجية الإعلامية أنك تحضر المسبق للبيانات لكن أمور خطيرة ما ندخلوش تفاصيل لأنه الضرف لا يحتمل الضرف لا يحتمل وهاي ممضية لكن الكشف عن بعض خيوطها وكذا توقيتها في هذا الوقت بالتحديد لا أكيد هو حديث بطريقة مباشرة للتحريد أثناء أنا نقول لك أثناء مرحلة معينة قال لك هذه وكانهم يقولوا هذه هي فرصات هنا وما استغلوا هذه الفرصة تروح لهم هذه الفرصة اختفى التنظيم وين كان هذه اليامات ولا هذه الأعوام واستناء هذه الأخوة هذه فرصة للعودة النشاط لاختراق إلى آخره لكن أنا نعود نقول لك الحركة مدام تجاوز كل هذه الفترة دون سقوط في هذا الفخ أكيد لن يسقط في فخ التنظيم الإرهابي موسيقى